موسيقى 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 ازايوك شباب دلوقتي نحل test yourself questions على cell structure اللي هو chapter 2 lesson 1 the first question to the correct answer the following figure illustrates the shape of cells of union plant of onion plant when examining them under the microscope we found that the structure X is characterized by all of the following except that طيب هو structure X أصلا اللي هو السلوال في البلانت اللي بيبان هو السلوال والنوكليز under the compound microscope فاحنا عرفنا خاصة structure X هو السلوال نجاوب بقى it's a polymer that is insoluble in water cell wall cellulose polymer that is insoluble in water it is present in all cells of the living organisms لا هو موجود في البلانت cells only طيب it has a high molecular weight طيب polysaccharides has high molecular weight it is pitted طيب it is present in all the cells of living organisms طيب طيب البلازما الممبرين فيها وفيها كوليسترول ما فيهاش واكس ولا استيرويد ايه الليبود بتوين بوث ايه الكوليسترول number two the plasma membrane regulates the substance that pass from the cell from and to the cell because طبعا دي هي معلومة مش عليك بس مدام جات في الاسئلة هي يبقى لازم نقولها البلازما الممبرين ده semi-permeable membrane أو partially permeable membrane بيعمل الووتر كلها بيدخلها مش بيقول لها لا وكنترول الايون بيعمل لها selection according to the plant's need وprevent large molecules ما بيدخلش large molecules خلاص يبقى البلازما الممبرين semi-permeable الممبرين الووتر select الايون او control الايون ويعني regulates دي هي control الايون وprevent large molecules علشان عليها في الاسئلة كمان سؤال prevent large molecules number two the cytoplasm of the cell of the plant cell is surrounded by structure that are different from each other in their physical properties طيب هو الcytoplasm اصلا انه عنده الفاسفوليبتز ده مختلف عن الكوليسترول وعن البروتين وكل واحد ليه فانكشن فانتا ممكن تقول الفانكشن بداعته وممكن كمان تقول الجملة اللي انا لسه ايليها انه هو الاو الووتر و وممكن تقول الشيب بس لو انت مش عندك المعلومة تقول الشيب الفاسفوليبتز انه هو هيدروفوبك هيد وهايدروفالك تيل والبروتين والإمبادة بروتين انه هو اكت اس gate و ايدنفاين جسرات والكوليسترول والكوليسترول فانتا ممكن تقول دول وممكن تقول الجملة اللي انا لسه ايليها وممكن تقول الثالث وطاق 3 1 كل التالت من بعض الكونات الكوليس ومتى سؤال مباشر الاندو بلازماء رتيكولم في الصورة وماشر لكن الكروماتين رتيكولم والنيوكليولم والنوكليولم دول كلهم من النيوكليز question number two the nuclear envelope is similar to the cell wall in in that they are containing pores الاثنين مخرمين هو ده السميلاريتي لما بينهم فنقرأ بقى A. the type of polymer that is present in each of them لا السلول فيها سليولوز B. the presence of pores in both of them أيها الاثنين فيهم pores it's present in all the cells لا السلول مش موجود غير في البلانت the direct connection with the cytoplasm لا السلول أصلا مش directly connected with the cytoplasm فيه plasma membrane في النص question number four choose the correct answer number one the pores that are present in the nuclear membrane a. the activity of the موجودة في الفيديو اللي أنا شرحها وبين and it's going to run the DNA وهو بيخرج من الـ من وبيتلع برة علشان يعمل للبروتين ولو مش موجود في الفيديو اللي احنا بتاع السل هتلاقيه في الفيديو بتاع الدي اي موجود برده هو نفس الفيديو يعني انا حق الفيديو في الاثنين يبقى ماشي دي معانا الدي اي ما بيطلعش من النيوكليس اصلا خلاص نفس التفسير خلاص نفس التفسير الريبوسوم ما بتدخلش لنيوكليس الريبوسوم ما بتدخلش لنيوكليس النيوكليس هو اللي بيطلع له question number two if you knew that the labels are one chromosome two nucleus three genes which are the structure inside four living cell which of the following figures represent the correct arrangement of the labels طيب احنا نأرنجمنت نفسهم يعني مع نفسهم الاول وبعدين نبقى نحطهم على الاول السل جواها النيوكليس وبعد كده الكروموسوم وبعدين الجين يعني four two one three من بره الجوا four two one three يبقى بي طيب احنا كده خلصنا test yourself بتاع الدرس ده اي سؤال ابعتولي على الفيسبوك جروب واتساب جروب او هنا على اليوتيوب موسيقى 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 شكرا